مساء الخير مشاهدين في بيت للكل والذي لازلنا في هذه الأسابيع المتوالية نتحدث عن الإبادة الجماعية وعن المجازر الجماعية وجرائم الحرب في غزة أمام مرء العالم أجمع لازلنا نشاهد تلك الأم الفلسطينية الغزاوية التي تستشهد وهي تحتضن الرضيع وذلك الأب الذي يتحسر ببكاء قهر الرجولة على وفاة واستشهاد أبنائه لازلنا نتحدث عن الأسرة الغزاوية التي استطاعت أن تأخذ الوكيل الحصري للأكفان الجماعية العام الدراسي لأطفال غزة قد انتهى لكن أطفال غزة استطاعوا أن يحصلوا على الشهادة إليك خالد وبين مشهد قناص ينتمي لكيان محتل يصوب فوهة بندقيته ويغمض عين الإنسانية ويفتح عينه الشيطانية ليقتل الأبرياء العزل وبين المشهد الدامي تتوالى فصول العدوان وتحت سقف اللهيب والقصف والتدمير الممنهج لمجمل سبل الحياة الفلسطينية يوالي الفلسطينيون بإرادة صلبة تصريف شؤون حياتهم وتسير فصول هذه الحرب الملعونة بانتظار انقشاع غبارها وبأملي أن ينجل ظلامه الحالك وبأملي أن يحل السلام على الشعب الفلسطيني ولقد مر على الشعب الفلسطيني كثير من المحن والمصاعب بقيت فلسطين وستبقى صامدة في وجه المحتل وسيضاف إلى التاريخ الكثير من قصص النضال التي ستحكيها الأجيال القادمة لبعضها عن أمة توحدت ضدها قوى عظمى وبقيت وصمدت تمام زمنا العزيز خالد الحقيقة يعني وسط كل هذا هناك دائما احتمالات لأن تتم هذه الهدن الإنسانية التي ننتظرها كنا ننتظر وقف الإطلاق النار ولكن بما أن وقف إطلاق النار لم يتم فنحن ننتظر هذه الهدن الإنسانية حتى يتسنع على الأقل إدخال المساعدات الطبية خصوصاً وأن حصار المستشفيات وعدم وجود إمكانيات خاصة بالمستشفيات والأدوية فقطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة يحتاجون بشكل كبير جداً إلى الأدوية وإلى أيضاً كل المستلزمات والغذاء وكل المساعدات اللي بتحاول دائماً أن احنا نوصلها إلى قطاع غزة لكن عدم قبول المحتل الغاشم الإسرائيلي لهذه الهدن أو وقف إطلاق النار لا ينطوي إلا على أنهم يريدون طول الوقت إطالة هذه الحرب بشكل كبير لأنهم يشعرون بأن إطالة الحرب هي الأمن والأمان بالنسبة لهم ووجدنا كل التصريحات الخاصة بالمحتل الإسرائيلي طوال الأيام الماضية بأن لا توقف لإطلاق النار لأنهم يشعرون بأن أي وقف لإطلاق النار ستعيد المقاومة نفس الكرة عليهم كما كانت يوم 7 أكتوبر مازلنا على الأقل نتمسك بما قامت به القمة التي أقيمت في الرياض القمة العربية الإسلامية وأيضا هذا التمسك بين كل من جاء إلى هذه القمة من دولنا العربية والإسلامية بوقف إطلاق النار أو الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة ومازلنا نتمسك ونتمنى أن نظل نحن كعرب وكدول إسلامية نحاول دائماً الضغط على هذا المحتل الإسرائيلي ونحاول على الأقل طول الوقت أن نكون ضغطين من أجل هدن إنسانية ونتمنى أن نشعر بأمن وأمان لأهلنا في قطاع غزة ربما الأيام المقبلة تحمل إلينا أي شيء مثال خير مشاهدينا لكل أرجاء الوطن العربي من استيديوهات التلفزيون الأردني بعد قمة الرياض العربية الإسلامية هناك مستجدات لا يستطيع أحد أن ينكرها على الصعيد الميداني والسياسي والدبلوماسي لأردن جهود كبيرة في مختلف الصعود من ناحية الجانب السياسي الجانب الدبلوماسي المساعدات الإنسانية وما إلى ذلك من مواضيع آخر التطورات على المستوى الميداني العسكري وأيضا السياسي الدبلوماسي فاسمحوا لنا أن نستضيف في بيت للكل من استيديوهات التلفزيون الأردني الدكتور نيضال أبو زيد وهو الخبير والمحلل الاستراتيجي والعسكري أهلا وسهلا فيك دكتور دكتور الآن ما بعد قمة الرياض العربية الإسلامية وجاءت هذه القمة لتحصد أيضا الجهود المكثفة الدبلوماسية والسياسية لموقف الدولة الأردنية هناك تطورات على مسارين المسار العسكري وأيضا تطورات على المسار الدبلوماسي والسياسي نأخذ التطورات في كل الاتجاهين ما بعد القمة سيدتي بداية أسعد الله مسائك أنت وجميع مشاهديك الكرام يعني إذا ما ذهبنا إذا النظرة الشمولية إلى ما يجري ميدانيا على الأرض نجد أن هناك كثافة وهناك ترف في استخدام قوات الاحتلال وهناك ترف أيضا في استهداف المدنيين واستهداف وتحقيق الجرائم ضد الإنسانية أطفال وشيوخ ونساء تقتل بلا أي سبب مقابل ماكنة عسكرية متوحشة تتقدم في جميع المحاول محاول القتال الرئيسية سواء المحور الشمالي الغربي أو المحور الشمالي الشرقي رغم كل ما يدفع به قوات الاحتلال من كثافة نارية وقوات جوية وقوات برية ومدرعات بأحدث التكنولوجيا لأن المقاومة لا تزال متماسكة وتستطيع التماشي مع هذا الموضوع وتستطيع مواجهة الماكنة العسكرية الإسرائيلية المقاومة أذهلت الجميع أذهلت الشارع العربي وأذهلت حتى الشارع الدولي لم يتوقع الصمود نحن نتكلم عن 17 يوم من العملية البرية ونتكلم عن 40 يوم من بدء العمليات وكانت شرسة جدا نعم معروف أن الاحتلال حينما لا يستطيع تحقيق أي إنجاز على الأرض يلجأ إلى القصف الجوي العشوائي ويلجأ إلى تحقيق خسائر كبيرة في المدنيين لم نشاهد لا بيانات القوات الاحتلال ولا بيانات حتى السياسية للحكومة الإسرائيلية صعدت وظهرت وتكلمت بأي إنجازات تذكر على الأرض وبالتالي يبدو أن الإسرائيليين يعيشون مأزق كبيرة هذا المأزق سواء في البعد السياسي أو في البعد العسكري وحتى في البعد الإعلامي لم نشاهد أن الحكومة اليمينة المتطرفة بزعامة بن يمين نتنياهو استطاعت الخروج من مأزق 7 أكتوبر من خلال التكلم أو الحديث عن بعض الإنجازات على الأرض ميدانيا وبشكل شمولي ودون الدخول بتفاصيل لا زالت المقاومة متماسكة ولا زالت تواجه قوات الاحتلال في كثير من المحاور المقاومة تستخدم تكتيكات عسكرية حديثة جدا هذه التكتيكات لم نحت لها من أي حركة تحرر وطنية موجودة في هذه المناطق نعم صحيح الدولة الأردنية استطاعت أن تكون الأول إقليميا وعالميا في اختراق الحصار وكسر الحصار على غزة عندما نقول الأردن باللهجة الأردنية دكتور نيضال قولو فعل الإنزال أيضا طائراتنا قواتنا المسلحة نشامة سلاح الجو عملية الإنزال للمساعدات الطبية لأرض غزة هذا هو كسر للحصار نتحدث عن هذا الفعل من الدولة الأردنية وماذا أراد جلالة الملك من كسر هذا الحصار أن يرسل رسالة إلى إسرائيل سيدتي الموقف الأردني كان متدرجا منذ بداية الأزمة تصاعد في مستوى الخطاب وجه خطابات لإسرائيل بأن لا تذهب أو لا تتجه باتجاه الضغط على الجانب الإنساني لا تذهب باتجاه القتل والتدمير الممنهج وثم وجه خطاب آخر لمجتمع الأوروبي ثم وجه خطاب آخر للجانب الأمريكي وتصاعد في خطاب الدمناسية بطريقة منهجية منطقية تصاعد فيها هذه الخطاب إلا أن استدام الموقف الأردني بتعنت إسرائيلي وتزمت إسرائيلي تجاه النواحي الإنسانية دفع الأردني لأن يقوم بتحقيق ما كان يقول عنه وقام في المرة الأولى في كسر الحصار على أشقانه في غزة وقام بإنزال المساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني وإلى الأشقاء في غزة ليس بقبول الطرف الإسرائيلي وإنما عنوة عن الطرف الإسرائيلي الإسرائيليين لا يريدون ذلك الإسرائيلي لا زالوا متعنتين في حصار غزة ولكن استطاع الجانب الأردني إنزال هذه المساعدات على أشقانه في غزة ثم تكررت هذه الحادثة وهنا كان رسالة حمل الأردن رسالة للجانب الإسرائيلي إلا أننا أمام المواقف الوسطية وأمام المواقف الإنسانية لا ننتظر موافقة أحد حتى نقوم بإنزال المساعدات نحن تربطنا عامل دم ما بيننا وبين أشقائنا في فلسطين وبالتالي الأردن طبق هذه النظرية وهذا المفهوم قولا وفعلا سيد الكريم الآن على الصعيد أيضا الميداني هناك تطورات كبيرة جدا وحضرتك محلل استراتيجي وعسكري لا تستطيع إسرائيل أن تنكر كمية الخسائر التي ألحقت بها لذلك نجد تردد الآن في وموقف إحراج بالنسبة للغطاء والحصان الأمريكية بالنسبة لإسرائيل نأخذ الخسائر الإسرائيلية في الحرب البرية كم كان حجبها نتحدث عن جنود نتحدث عن لوجستيا أيضا إلها خسائر كبيرة جدا ورغم ذلك هناك إسرار على هذا التعنط وهذا التصعيد وهذه الإبادة الجماعية سيدتي أكبر خسارة خسرتها الإسرائيل من هذا الموقف المتزمت ومن هذه الجرائم التي نفذتها هي خسرتها للموقف الأردني الذي ذهب باتجاه المجتمعات الدولية وهي تدرك تماما الجانب الإسرائيلي يدرك تماما مدى احترام المحافل الدولية للموقف الأردني ومدى قدرة الدبلوماسية الأردنية على إقناع المحافل الدولية في تغيير نمطية الخطاب التقليدي لهذه المحافل الدولية وعكس هذا الخطاب ليصبح ضد المواقف الإسرائيلية الساعة الرملية الدبلوماسية بالنسبة لإسرائيل بدأت تنفذ المجتمع الدولي بدأت يتحرك هذه خسارة دبلوماسية كبيرة إسرائيل كشفت أمام المحافل الدولية وجرائم إسرائيل كشفت أمام المحافل الدولية إذا ما ذهبنا لإجابة على سؤالك دكتورة لانا أكبر خسارة للمجتمع الإسرائيلي ومن لسان الإسرائيليين أنفسهم وأعلن وزير المالية الإسرائيلي أن كلفة الحرب التي تجري في غزة هي لغاية الآن نتكلم عن 40 يوم قتال هي 51 مليار شكل بمعنى أن يوم القتال في غزة يكلف الجانب الإسرائيلي تقريبا من 8 إلى 9 مليار شكل هذه الخسارة الكبيرة قد تضغط على المجتمع الإسرائيلي أكثر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متعسكر أي أن الاحتياط حين يطلب يتم وقف كل المؤسسات المدنية وقد أعلن الجانب الإسرائيلي صراحة أنه قام ولأول مرة بتاريخه منذ عام 1973 بطلب الاحتياط بنسبة 100% تم ضخم في جبهة القتال أي أن المؤسسات المدنية المصانع المشاغل هذه كلها توقفت وبالتالي معدل التضخم يرتفع في الجانب الإسرائيلي هذا في البعد الاقتصادي إذا ما ذهبنا إلى البعد السياسي تكلمنا عنه أن الموقف الأردني استطاع الضغط على الجانب الإسرائيلي وبالتالي كشف الجانب الإسرائيلي أو كشف الدبلوماسية الإسرائيلي أمام مجتمع الدولي في جانب العسكري وهو البعد الأكبر خسارة للجانب الإسرائيلي سأتحدث سيدتي بعيدا عن بيانات المقاومة وبعيدا عن بيانات الجانب الإسرائيلي عندما نسمع ونشاهد أن عملية الخسار في الميدان بلغت 168 آلية مدرعة للجانب الإسرائيلي بحسبة بسيطة وبطريقة منطقية إذا ما أخذنا بعيني الاعتبار أن الآليات الإسرائيلية تحمل من 4 إلى 6 جنود وبالتالي من المنطق أن نتحدث أن خسارة إسرائيل في القوة البشرية تبلغ من 400 إلى 600 جندي خلال السبعة عشر يوم قتال بري فقط هذه خسائرهم لكن نأتي أيضا إلى الجانب الآخر وهو الجانب السياسي والموقف السياسي الأردني في هذا الموضوع سيد الكريم مجلس النواب الأردني تخذ خطوة جريئة جدا طبعا نحن نتحدث عن الدولة الأردنية من جلالة الملك جلالة الملكة أيضا كان لها موقف واضح ولقاءات كانت برسائل أيضا واضحة نتحدث عن مجلس النواب نتحدث عن الحكومة الأردنية ونتحدث عن المستوى الشعبي مجلس النواب الأردني سيد الكريم أخذ قرار إجماعي بأن يتم وأحال هذا الموضوع إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني لإعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع إسرائيل هذا التصعيد أيضا تصعيد من الدولة الأردنية تصعيد سياسي ودبلوماسي ما هي الرسائل أيضا وما أهمية أن تحال هذه المعاهدات إلى اللجنة القانونية من برلمان كامل بإجماع كامل سيدتي الملفت في الموقف الأردني وهو لم يكن موجود في أي موقف لا عربي ولا دولي هو مستوى التناغم الكبير جدا بين القيادة السياسية وبين الشارع الموقف الأردني متماسك بشكل كبير جدا عندما نتطلع إلى التصريحات سواء في المجلس التشريعي ولا في المجلس التنفيذي أو في السلطة التنفيذية ولا في الشارع الأردني نجد أن كل هذه التصريحات وكل التحركات هي تحركات متناغمة بشكل كبير جدا ومنسجمة وهما يعني أن الدولة الأردنية بكل مكوناتها هي تعبر عن نبض الشارع الأردني وبالتالي هذا الموقف الفريد الذي لم يوجد في أي دولة أخرى لا دولة عربية ولا دولة أوروبية هذا الموقف الفريد بالتناغم الشعبي والرسمي جعل الموقف الأردني موقف قوي جدا وعزز مكانة الموقف الرسمي أردني تم سقله من خلال تحركات جلالة سيدنا في المحافل الدولية وبالتالي هذا ما دفع المحافل الدولية وأجبر بعض الدول على تغيير نمطية الخطاب التي كانت مع إسرائيل إلى بدأنا نلمس هناك تحول في هذه النمطية وبالتالي هذا التحول لم يأتي من فراغ وأن ما جاء من خلال تناغم الموقف الرسمي الأردني مع الموقف الشعبي مع الشارع الأردني والذي كشف هزيف الإدعاة الإسرائيلية دكتور نيضال الآن موقف الدولة الأردنية تناغم بشكل واضح وهناك تناغم مع موقف جمهورية مصر الشقيقة الأردن ومصر أوقفوا فكرة التهجير القصري بتاتا وكان موقف الدولتان واضح أمام الجميع الأردن ومصر لا للتهجير وهذا خط أحمر ما أهمية هذا الضغط على إسرائيل من هذا الجانب ملف التهجير الآن وكأنه فيه تراجع يعني تاريخيا نحن نتكلم عن الدولة الأردنية عن دولة تعيش المئوية الثانية من عمرها لم يسجل عن الموقف الأردني تجاه شقائه العرب إلا موقف وسطي متماسك على طول تاريخ الدولة الأردنية دائما كان الموقف الأردني متناغم مع الموقف العربي ما نتج من مخرجات للقمة العربية ما حدث من دفع باتجاه مواقف عربية كانت كلها مواقف متماسكة عودة إلى سؤالك دكتورة لنا وهو تناغم الموقف الأردني المصري الرفض الأردني والتصلب الأردني المصري تجاه الأهداف الإسرائيلية المتطرفة سواء في موضوع التهجير أو في موضوع الأفكار المستقبلية لهذا التهجير يبدو أن الاستشراقة التي التقطتها الدبلوماسية الأردنية والدبلوماسية المصرية حول الخطط الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية المستقبلية سواء على الميد تيرم أو اللونغ تيرم على المدى المتوسط أو المدى البعيد جعل الموقف الأردني والموقف المصري المتصلب في موضوع التهجير موقف متماسك استطاع إجبار الماكنة الدبلوماسية الإسرائيلية والماكنة الإعلامية للاحتلال على أن تغير من اتجاهاتها هل نستطيع هنا أن نقول دكتور نيضال بأن موضوع التهجير أصبح خلفنا أعتقد أن الجانب الإسرائيلي لن يتوانى عن إعادة هذا الملف يبدو أن الهدف الاستراتيجي لماكنة السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية هي موضوع التهجير لأنهم يدركون تماما أن هذه الفكرة قد تأني أو قد تقود باتجاه طي الملف الفلسطيني على حساب دول الإقليم وبالتالي هذا ما رفضه الأردن منذ البداية وظهر بالمناسبة ذلك من خلال لآت جلالة الملك المعروفة الثلاث لآت المعروفة التي تكلم فيها أكثر من مرة وعلى صحف عالمية وذلك أتبعها بلاء رابعة ظهرت قبل أيام حين قال لا لتقسيم ولا لفصل غزة عن ملف الضفة الغربية هذا التناغم بالموقف الأردني الذي يقوده جلالة سيدنا بالتناغم مع الموقف العربي وبالتحديد مع الموقف الرسمي جعل هناك صلابة في موقف دبلوماسي عربي موحد استطاع مواجهة الماكنة السياسية الإسرائيلية حتى بالرغم من العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية دكتور نيضال الآن مخرجات قمة الرياضة العربية الإسلامية هل جاءت تلبي مطالب الأردن بحجم أيضا مطالب الأردن ونداءها للوطن العربي أجمع وأن يكون هناك تحالف عربي سياسي هل المخرجات جاءت تلبي هذه المطالب التي دعا بها جلالة الملك منذ اليوم الأول لطوفان الأقصى يعني أعتقد أن الطموح الأردني كان أكبر من ذلك الطموح الأردني من القمة العربية كان ينظر الأردن إلى مخرجات أكبر من ذلك قد تكون بعض هذه المخرجات مرضية وتتناغم مع اتجاه الموقف الأردني إلا أن الأردن ينظر إلى أكبر ندارك ينظر إلى التهدية ينظر إلى وقف إطلاق النار ينظر إلى الجانب الإنساني وحل القضية الإنسانية في غزة الأردن أو الموقف الأردني ينظر إلى إغلاق الملف ككل سواء الملف الإنساني ومراعاة الأشقاء في غزة وفي الضفة الغربية ووقف إطلاق النار من أجل الخروج من هذا المستنقع الذي وضعت إسرائيل المنطقة برمتها به ولكن يبدو أن الموقف العربية قد تكون لها نظرة معينة إلا أن الطموح الأردني أعلى من ذلك يتطلع الأردن إلى أكبر من ذلك وما يعزز كلامي هو مواصلة الأردن إلى تطلعات وإلى توجهات اتجهت بها نحو المجتمع الدولي ونحو القوة الدولية الضاغطة حتى ما بعد القمة العربية الآن الجميع يعلم بأن الإعلام أصبح أيضا آدى من أدوات الحروب الآن دكتور نيضال كيف نستطيع توظيف الخطاب الإعلامي العربي المضاد للرواية والتضليل والرواية أيضا الإعلامية الأوروبية الأمريكية والإسرائيلية يعني أعتقد أن الغزة أظهرت أبعاد كثيرة وأظهرت سواء أظهرت البعد السياسي والبعد العسكري أيضا أظهرت البعد الإعلامي البعد الإعلامي مهم جدا إذا ما بدأنا فيه من المستوى التكتيكي وحتى المستوى الاستراتيجي ظهر الإعلام في ما يحدث في غزة بشكل كبير جدا سواء من طرف الاحتلال أو من طرف المقاومة فيما يتعلق بموضوع الأقليم البعد الإعلامي مهم جدا للتأثير في قوة التأثير العالمية الماكنة الإعلامية الأردنية استخدمت هذا البعد بشكل فني جدا حين أظهرت الدور الإنساني الذي تقوم به المستشفى الأردني في غزة نشام المستشفى الميداني العسكري الموجود في غزة وما يقوم به من جهود جبارة تجاه شقانة في الضفة رغم الظروف الصعبة والقتال في مناطق قتال شديدة جدا وهو بالقرب من مناطق الصراع أيضا الماكنة الإعلامية الأردنية نجحت في عكس الموقف الأردني تجاه المجتمعات الغربية وفي عكس أيضا الموقف العربي للمجتمعات الغربية الإعلام أو الماكنة الإعلامية والبعد الإعلامي نريد منه التأثير ليس فقط في المواقف الدبلوماسية والرسمية نريد منه التأثير في الشوارع الغربية وأعتقد أن الرسالة الإعلامية الأردنية قد تكون وصلت إلى هذه الشوارع بعد زيارة جلالة سيدنا إلى بروكسل رأينا كيف أن حدة الخطاب الغربي وبالتحديد الأوروبي قد تغير تماما والمثال حي على ذلك سواء في الخطاب الفرنسي وتكلمنا عنه كثيرا حين تغير الخطاب الفرنسي واتجه باتجاه مراعاة الجانب الإنساني أو حتى في خطاب مجلس النواء والكونغرس الأمريكي ورأينا هناك تغير واتجاهات جديدة بدأت تظهر وتدفع باتجاه على أن نريد إنهاء هذا الملف قبل تفاقمه إنسانيا ما يعزز كلامي أن الجانب الإسرائيلي قبل أيام وعلى لسان وزير الخارجي الإسرائيلي كويهين أعلن يوم أمس أن الساعة الرملية بالنسبة للعملية البرية في إسرائيلية بدأت تعد وأن كويهين أعلن ورئيس وزير الخارجي الإسرائيلي قال أننا أعطينا الضوء الأخضر للعملية دخلنا في الضوء البرتقالي للعملية نحن الآن على حواف الضوء الأحمر لهذه العملية ولا نستطيع الاستمرار أكثر من أسبوعين من أين جاءت هذه التصريحات من قبل الجانب الإسرائيلي جاءت من خلال الضغط العربي الذي يتسيده أو يكون فيه الموقف الأردني ريادي من أجل وقف هذه الماكنة المتطرفة تجاه الجوانب الإنساني أود أن أشكرك دكتور نضال أبو زيد الخبير والمحلل الاستراتيجي والعسكري شكرا لتواجدك معنا في برنامج بيت للكل شكرا دكتور دعونا نتفق مع حضرتكم بأن مشهد تجمع قادة الدول العربية والإسلامية من أجل فلسطين قد يكون مشهد متكرر لأن الاحتلال طال أمده نحن نتكلم عن قضية لم تحل وعن دولة الوحيدة المحتلة حتى اللحظة في العالم أكثر من خمسة وسبعين عام ولكن هذه المرة في الحقيقة هي إبادة الحرب على غزة هي إبادة لقطاع غزة ولأهلنا في غزة الموقف الحقيقة متعنت وموقف متجمد من قبل المحتل الغاشم ولا يوجد أي دعم أو مساندة للجانب الفلسطيني أو لأهلنا في قطاع غزة بل بالعكس كلنا رأينا الدعم الكبير والتعاطف الكبير من قبل الإدارة الأمريكية والدول والأنظمة الغربية ولذلك جاءت القمة العربية الإسلامية تحاول من جديد أن تتحدث عن عودة القضية إلى مجراها وأن يكون هناك حل للدولتين وأن يكون الأهم من ذلك كله هو وقف لإطلاق النار أو حتى هدى إنسانية كما يتحدثون عنها حتى اللحظة لا يوجد أي حل ولذلك نحن في بيت للكل دائما كل أسبوع نحاول أن نقدم لحضراتكم حصاد الأيام طوال الأسبوع ونحاول أن نعيد قراءة المشهد ومزيد من التحليل مع الأساتذة والمتخصصين في المجال السياسي في استوديو القاهرة اليوم يشرفني أن يكون معي دكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العرمية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية لنعرف ما هو الموقف الآن دكتور محمد نورني في بيت أهلاً وصعاً المشهد معاقل وأنا بتصور لو أنا مكان مواطن العربي وشاهد أكثر يعني تعدين رقم 40 و42 و43 يوم أيام طويلة متكررة مشاهد الإبادة متكررة ولا يوجد أي حل لا نسمع من أمريكا أي حل أو من الأنظمة الغربية ولا نسمع حتى لمجلس الأمن كلها شعارات ولا يوجد على الأرض أي حدود يعني بالفعل لأن التحكم في هذا السياق هو كلمة واحدة فكرة المصالح بالأسف أن هناك المتحدة شرقنا الخاص والدولة الغربية بواجه عام حاكمها منطقة لنقاط الاستراتيجية مع إسرائيل انطلاقاً من أن إسرائيل هي إن أداة للمشروع الغربي الاستعمالي في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وبالتالي ما نيجي نشوف حتى في المرتكزات الرئيسية أي إدارة أمريكية سواء إدارة ديمقراطية أو مورية الحفاظ عن أمن إسرائيل في المقام الأول بين جعل التفوق الشامل يعني منطقة القوة الشاملة لإسرائيل المسافة بينها وما بين القوة التالية يعني بالتعبير الشرع العربي مسافة كيلومترات وليسة مترات يعنيها بالنسبة لي انخلل في موازين القوة النقطة الثانية وهي أن الولايات المتحدة يعني واضح أن خليطة مصالحها وأولوياتها في الخرق الأوسط تغيرت في إنقاولة أخيرة لصالح أولويات في مناطق وأقالين جغرافية ورى الشرق الأوسط ولذلك نجل يا سيدا شافتي تلاقي الولايات المتحدة قواتها ستبقى أبس تغادر عدد ذلك في سوريا عدد ذلك في العراق حتى مصالحها في المنطقة بسلاف الحفاظ على أمن إسرائيل المرتبط بمحاربة الإرهاب العام للجدول أو تضفقات النفط بشكل منتظم وبأسعار أقل ما بقيت شي زي اللي كانت موجودة في فترة سابقة النقطة الثالثة إن ما حدث في 7 أكتدر من وجهة ناظري أحدث ارتباكا شديدا في المنظومة الأمنية والعسكرية والاستغباراتية لإسرائيل على محو بعث برسالة لإسرائيل والدول الرائعية لها في الخارج والحرك قلتها الأولاد المتعادة والدول الأوروبية لأن هذه التأثيرات لابدأت من جيش نظامي إذا حصل ضع إسرائيل من جانب الجيش المسري مسيري لما حصل من فصير مسلط شكون الفيزر السياق بنلاقي إن نوات رئيس الدول الغربية والنوات المتاع وتتحدث عن مسألة وقف أفلاق النار اتياقا وقربة من الحديث عنه وحديث عن هودة الإنسانية وتمام حتى التصريحات الهزينة اللي جاءت على رئيس الولايات المتحدة جوبايد الذي عدس عن أن إسرائيل تتخذ قراراتها من طرقاء نفسها وأن إسرائيل يحكمها منطق الدفاع على نفس كما لو أن تصرفات سياسيات حماس بتبرر بمارسات الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي التي تعرضه الشعب الفلسطيني الأكتر أهمية أن هناك بعوة صريحة من الدول الغربية لإعطاء إسرائيل بأكبر منتد لتتواصل فيما تعمله من أعمال إجرامية وعدوانية الشعب الفلسطيني كما لو أن أن هي هذه ليست حرب إسرائيل على حماس هذه حرب من يمين نتنياهو على قطع غز صحيح أن من يمين نتنياهو يدرك هو وإعتلافه بالحاكم أن مرحلة ما بعد سكوت المنافع يعني ليه هي عايزتين أمد المعركة في تلك المرحلة أوفل من التحقيقات معاه بالضبط يعني أحسن في حريك من الفعل لأن أعقاب الحروب الكبرى بتشكل نجان للتحقيق أولا ماذا جرى وكيف جرى ولماذا نستطيع أن نحن نتعامل معه قبل انبلاعه واحتباء تأثيراته بعد حدوث في الحقيقة اللي حصل ده يبين لذا ظهر بشكل عفل على تصريحات رئيس المزراء هناما وضي انتقادات عدة سيئر الجيش أو المؤسسات الأبنية والاستقرابات شك ما عدل عن هذه الانتقادات صحيح بالذات في الأيام الأولى طيب أستأذن الدكتور محمد أن نمر على محاور كتير مهمة جدا أن نقدم هذا الحصاد لمشاهد بيت للكل خليني أقف عند كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت كلمة محددة في القمة من ست محاور والحقيقة كل المحاور كانت واضح يعني فيها تحذير فيها تذكير وفيها أيضا تفكير بأنه كيف سيكون الوضع وأهمها لنا عايزة أقف عن دهوية أن الحص العربي الحقيقة لم يعود يطيق كل هذه الإبادة اللي بنشاهدة يوميا كيف رأيت هذه المحاور من السيد الرئيس شوفي إحنا عندنا الرؤية الحكمة للقيادة السياسية بتأتي في إطار الالتزامات القومية العروضية لمؤسسة الدولة المصرية تحدث عن وزارة الفارجية مؤسسة الرئاسة جهاز المخابرات العامة حتى بعض الوزارات الخدمية بيجي نشوف وزارة زي وزارة الصحة بتتكمن تصريحات السيد الوزير وخاند وخاند عبدالعفار على أعبة الاستعداد المنظومة الطبية الموجودة في مناطق مختلفة في سيناء واستعداد بالتعامل مع المصابين والبرحة من الداخل في بوز حكموا فكرة الالتزامات القاضية العربية للدولة المصرية النقطة الشانية أما دايما القضية الفلسطينية كانت هنما وطنية مصرية رغم الشواجل المختلفة من الدولة المصرية وفي أصعب الزلوط يعني كما تعلم حراك لأول مرة من القوط كل من الخطوط الحدود باستراتيجية ملتالبة بالنسبة المصر يعني إزاي مصر بتنصق يعني منع ودرء التهديدات القادمة من الحجود للسنية مثل السرعة في ليبيا لازم السيادة متعددة بشكل كبير في دول وشهر يعني ده بقى إيه والدولية اللي كتير منها مناوة للدولة المصرية بردن بيرا إزاي جي نقدر نمكن نافذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة وبتاني القضية الفلسطينية وكنا شغالين فيها طوال الوقت أول محاولة إنجاز المصانح الوطنية الفلسطينية مزيمين مرتبط بكيف يمكن وق الحروب الممتدة اللي خبتها الفصائل خاصة الحماس والجهاد في مواجهة إسرائيل ولينا الجمهة المصرية بكتير من أحيان ما كانتش وقفت تلك الحروب تمام السؤال الأهم يعني بعد يعني في حصدنا هذا الأسبوع وهو أن يعني المحتن الغاشم لا يقبل وقف إطلاق النار كلنا عارفين ولا يقبل الهدن يعني حتى الهدن الإنسانية اللي تم يعني المطالبة بها لا نراها على أرض الواقع شوفي هو هناك صور إسرائيلي إن زياجة العدس المصرد وإطانة مدة المعركة ده بيضغط على حماس لأولا تقديم بعض التنازلات وخاصة في الملف الشاجر إن الإسرائيل هو ملف الأسرة أو المحتجزين لدى الجانب الفنسطيني لأن مع الأجزة في الاعتبار إن الأذن هؤلاء موجودين لدى حركة حماس لكن في البعض لدى حركة الجيات ولدى البعض الثالث لدى بعض الأطراف أي الجهات الفنسطينية وبتالي ما تكلمش عن الحصيلة النهائية عند تربان النقطة بلينة الأهمية في هذا الإسرائيل أن هذه رسالة يعني ثاقض القوة التي تحاول أن تصوره إسرائيل دي رسالة أيضا في المقام الأول للداخل الإسرائيلي الذي استشعر أن سياسات حقوبة بن يامين نتنياو هي نصدر التهديد الأساسي لأن الواطنين خاصة وأنه كما تعلم حريصة من بداية هذا العام وحركة الاحتجاجات نبه هذه الحصيل نبعا ضد الحب تصوره ومعا إصلاحات القضائية التي يحاول تمريرها بين يامين نتنياو حتى يفلت من المحاسبة والمساءلة بسبب قضايا الفساد المرتبطة بشخصه وأفراد من عائلته النقطة المهمة أن إحنا طوال الوقت بنتكلم في كذا نتنياو أولا مش عايزين يبايع أي تأكيد أو نفقد البصلة فيما يرتبط التأكيد على مبدأ حل الدولة لأن بين الإسرائيل وتحماجا رئيس الوزراء نتنياو من النهيب الأول نحكمته منذ ما يقرب من عام انتشكلت في ديسمبر عشرين عشرين وهو بيتكلم على تصفية القضية الفلسطين كان السيد الرئيس يتحدث عن أن محاولة تصفية منت القضية لن تجون على حساب دون الجوار الجغرافي سواء مصر بصفة أساسية أو الأول طيب حضرتك ردا سريعا يعني هل ترى أن إسرائيل تسمع أو تعترف بالدولتين نحن لا نرى هذا إذا كان المحتل الغاشم يود تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى فأين هي حل الدولتين رحان أصوات الدعية لالسنان سواء القادمة بالمصر أو بعض الدول العربية رحينا على حكومة ما غير هذه الحكومة يعني تدشن أو تشكل في لحظة لكن هناك حكومة جديدة آه يعني وفي هذه حكومة كما حريك قلت غير الرحانة عليها بدرجة لكن هذه الحكومة عايزي حكومة يعني حكومة طغار كما أطلق عليها وخليني أسمعها حكومة الإبادة يعني حكومة الإبادة سؤال الأخير السريع عن دكتور محمد حضرتك هل ترى بأن يتم في هذه الحرب على غزة نرى أنه يتم الزج مصري لهذا الصراع بشكل كمير يعني السريع طوال الوقت بتحاول تحاول الأزمة لفرصة كيف يمكن تحويل هذا الفعل اللي حدث في 7 أكتوبر لفرصة هذه الفرصة تحل من خلال تحقيق مخطط قديم وهو محاولة تحجير الفلسطيني إلى قطاع غزة لأن طوال الوقت حتى منذ عهد الرئيس أنوار السريع تعالى رحمة الله كانوا يحاولة فكرة إدارة قطاع غزة للدولة المصرية وما تجي تشوف في حريك بأن دم كانت ثلاث أسانية مراكز البحث والتفكير في الولايات المعا حدث عن مستقبل قطاع غزة ومحاولة إدارة هذا القطاع لكن ملقف مصر كان واضح لا يحكم ميت إسرائيل في قطاع غزة لا إدارة مصرية لقطاع غزة لا مدون لقوات أجنبية وتحديدا أممية سواء الأمم المتحدة أو قوات المجم المتحدة وأن مصر طرعا هذا شأن فلسطيني وأن إدارة هذا القطاع ربما الحل يكون من خلال سيطة وطنية لكن في إطار حل سياسي مش عامل لكن قبل حدوث كل ذلك لابد من وقف إطلاق النار فلا يمكن الحديث عن تعقيدات اليوم التاني إلا بتجاوز تلك المرحلة من خلال وقف إطلاق نار يتم بتطبيقه واحترامه من جارب كل الأطراف وفي مقدمات لها إسرائيل دكتور محمد عز العرب شكرا جزيلا وشاهدي بيت للكل كما ترون نحن لو حاول في كل أسبوع أن نقدم حصاد ولكن لا شيء يتغير يبقى المحتل الغيش كما هو وتبقى الإبادة ويبقى الدعاء لأهلينا في قطع غزة فاصل ونتواصل أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من بيت للكل والذي واكب مجريات هذه الحرب الملعونة على أبناء شعبنا منذ بدئها وما يدعو لشيء من الريبة هو إصرار نيتنياهو وأركان حربه على إطالة أمد هذه الحرب أيضا هو رفض أي هدنة إنسانية حتى اللحظة للوقوف على حقيقة الأهداف الإسرائيلية الكامنة خلف ذلك نستضيف الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للأبحاث السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور أهلا بك أهلا بك أولا هل هناك قصدية بإطالة أمد هذه الحرب من جانب نيتنياهو وأركان الكابينات الأمني لا لا إسرائيل عادة لا ترغب بحروب طويلة الأمد لأسباب كثيرة أول سبب هو أنه الجمهورة أو جبهة الداخلية هي جبهة دائما هشة وضعيفة ولا تحتمل ثانيا إسرائيل دولة عملية أو كيان يعتمد على السياحة والصناعة والتجارة يعني وبالتالي اقتصاده يتأثر جدا بإطالة الحرب ثالثا إطالة الحرب أيضا فيها خسائر خسائر حقيقية في الأرواح وأبيضا هذا لا تتحبل الجبهة الداخلية ثالثا أو رابعا إطالة الحرب أو الحرب الطويلة المدى عمليا يستنزف كوى إسرائيل ولاحظوا أن إسرائيل أي حرب تدخلها دغري الأطلسي كله يعني يساعدها حتى بالذخائر ما يدل على أن هذه دولة هشة جدا للداخل لذلك هي لا تميل إلى الحروب الطويلة ولكن هذه المرة يبدو أن الإذن الذي أعطي لي إسرائيل من أجل أن تنهي مهمتها القذرة لم تستطع أن تنهيها بالوقت المحدود وبالتالي واضح أو لاحظ أن هناك تآكل في الدعم الغربي لهذه الحرب المجنونة وكما سميتها الملعونة في هبة حقيقية في الشعر الغربي الأمريكي والأوروبي في أيضا صمود فلسطيني صمود الشعب الفلسطيني وهو صمود أسطوري بالنقطة أخيرة وأنه الخسائر التي تعلن عن بعضها إسرائيل وهي خسائر واضحة أنها كثيرة طيب لطالما تحدثنا في مرات سابقة عن ما تمتلك إسرائيل من قوة غاشمة تكاد هي الأعتى تكون الأعتى في المنطقة وربما بالعالم لكن لطالما رفق التالي جدل أنه هل بإمكان إسرائيل أن تستخدم هذه القوة الغاشمة التي تمتلكها في مواجهة ما قادمة معنا أو مع غيرنا من دول الجوار هذه الحرب أثبتت أن نعم هي إسرائيل تجاوزت ربما كل التوقعات وأفرطت في استخدام القوة دكتور هي صاحبة قوة آه نعم هي ذات قوة هائلة ومش بس لأنها هي قوية لأنه الأطلسي وراءها تماما ورأيت أن أمريكا تمدها كما قلت بالذخائر المتقدمة جدا لكن إسرائيل لا تستطيع أن تستعمل أسلحة غير تكلدية لا تستطيع لا إسباب الكربنجغرافي لكن استخدمت مثلا الفوسفور الأبيض هذا محدود ويمكن برأيه حسب التصورات إسرائيل أن تستطيع أن تنجو من العقاب لأن وراها قوة تمنع مجلس الأمن أن يعاقبها لاحظوا أن إسرائيل هذه الحرب عطلت كل هيئة الدولية عطلت مجلس الأمن الصحة العالمية التغذية العالمية اليونسيف اليونسكو كله عطلته بالتالي تستطيع إسرائيل أن تعطن وبالتالي تستطيع أن تستعمل قوة أو أسلحة محرمة دوليا واستعملتها فيما سابق على فكرة أنا بدأ أقوله ما عملت إسرائيل ليس إن استعملت أسلحة محرمة إسرائيل تجاوزت ونقضت ولم تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني بالتالي إسرائيل هذه المرة قالت للعالم كله بما فيه الإقليم أنه إحنا ما تتوقعوا مننا أي إشي أن نكون أنه شن حرب الأخلاقية أن نتجاوز القانون الدولي والإنساني والعرف أقول لك حتى الكرام الإنسانية يعني عندما يكون دولة جاشمة أن هذا النوع تحاصر أطفال خدج بحجة أنه فيه هذا يستعمل كدرع بشري هذا فوق التصور تمت رسائل ما بين الثانية دكتور طبعا طبعا إن إسرائيل لا أحد بين كوسين يعبث مع إسرائيل إسرائيل تستطيع أن تذهب بعيدا بمعنى أنه لا أحد يقيدها ليه؟ وراها الأطلسي هذا أولا ثانيا في عندها ذعر عجيب الرسائل إلنواء للمين طلع تدمير غزة هذا لكل عاصمة عربية هذا رسالة لكل عاصمة عربية لكل جماعة عمليا تعادي إسرائيل بين كوسين والأهم من كل ذلك هو رسالة لطهران أنه الطهران بس تشوف غزة يعني طهران هي على المهداف القادمة في جدول الضرب مش روحة النووي أذرعها وكلاءها عمليا إسرائيل طبعا أنا شخصية أقول ليس مثل الضران هي هذا الرسالة لكل العاصمة العربية في حالة يعني إن شاء الله تنتهي هذا الحرب على خير بإذن الله لكن نفترض نهايات أسوأ أو سيناريات أسوأ عمليا إسرائيل تكون للإقليم العربي اسمعوا إذا لم أكن أندمج أو أقيم علاقات تطبيع عادية فأنا أستطيع أن أقيم علاقات تطبيع مش عادية وذلك هذه رسالة معقدة جدا ومركبة جدا وقوية جدا أنه التطبيع بالكوة يعني من يعتمل وعيه مثل هذا الفكر الاستعلائي العدائي الكذا هل يستطيع أن يكون جزء من المنطقة صبيعية هذا سؤال جدا المهم خالد هل سؤال جدا المهم إسرائيل قال في هذه الحرب تقول أنا ما بدي أبكى مقنق أنا دبكى مرعب أنا بديش أبكى أنه محترم أنا بدي أبكى مخيف إذن هي تستبدل الأمور ببعضها إذن أنا بديش أبكى الدول بديش أبكى سويسرا أنا بدي أبكى الدول المخيفة الدول المرعبة وبتكون تأخذونها أعضاء الأساس هذا جزء من الرسالة القوية وزا ما أنت قلت هنا التطبيع لا يكون أو إذا بدأت تندمج بالمنطقة مش بإنها هي الإسبواد السيليكون مش هي الدولة التي تزرع أو التي تصنع لا 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 الدولة التي تقتل وذلك يتفرض وجودها هنا بهذا اللي نرى في غزة طيب أدي أسألك دكتور إلى متى يستطيع الجوار تحمل تابعات تارفاء الحرب لها تابعات حتى فيه بعد ديني وأخلاق وفيه أبعاد أخرى سياسية واقتصادية جوار هذا الجوار القريب وحتى الجوار البعيد بالضرورة هو يتحمل تابعات في ارتدادات لهذه الحرب إلى متى يمتلك قدر هذا الجوار على تحمل تابعات هذه الحرب هذا سؤال مش بس راهن مش بس حاضر أيضا سؤال تاريخي بالعودة للتاريخ بنشوف أنه كل المشاريع الاستعمارية انتهت لأسباب كثيرة لأسباب كثيرة إذن على إسرائيل لم تقتنع وبعدها مش مقتنعة من الاستعمار هي تعتقد أنها عادت إلى وطنها هي تعتقد أنه صححت مسار التاريخ ولذلك رجعت على أرضها لكن هذا المفهوم طبعا مفهوم استعماري هي عمليا هي مساركتش أرض يعني بتعتقد أنه يعني الصراع بيننا صراع صراع ممكن تسويته لذلك هل يمكن للإقريب أن يستوعب هذه الدولة بهذا بهذا السلوك لا لا تاريخيا بتقولنا لا لأنه كل المشاريع الاستعمارية انتهت نسقطة ثانية أنه لا يمكن لدولة من هذا النوع معتدية طرة الوقت سنة 1948 لليوم معتدية طرة الوقت أنه يحتمل هذا الإقريب لقريب اليوم ضعيف إلى متى سيكون ضعيف هي قوية إلى متى ستكون قوية مدعومة من الغرب إلى متى الغرب سيدعمها بالتالي إسرائيل أنا برأيي أنا برأيي متواضع وعلى هذا المنبر الكريم أقول أنه إسرائيل رغم أنه يدعون أنهم يفهمه أعتقد أنه عندهم قصر نظر شديد جدا جدا متى يمكن لنا أن نجزم دكتور أحمد بأنه مسألة تمدد هذه الحرب باتت مسألة وقت لكنها حتمية آه طبعا طبعا لأنه الاحتلال خاصة من الاحتلال الإسرائيلي عمليا لا يهدأ ولا يرتاح إلا بابتلاع مزيد من الأرض وزيد من الإحلال ومزيد من الطرد هو عمليا شعاره معروف أكبر كمية من الأرض أقل كمية من السكان وبالتالي عمليا هو بيقول لك دي صادر الأرض وأطرد الناس هذا المشروع بهاي العقلية بده يصبح دعم الحرب لابد من حرب مش بس هيك هو بيقول أنه أنا هاي الأرض لي ومدام هي لي إذا بالتالي ولا حدا يدعي ملكيتها إذا بده يصبح حرب مش بس هيك المواطنين الأصليين محرومين من الكرامة ومن السيادة وبدوا بيطالبوا فيها وهم والإسرائيل المحتل بقول لك ما أعطيكيش هذا الكلام إذا لابد من حرب حرب صحيح أنه للأسف فيها يعني في التاريخ الحرب لها دور الحرب لها دور في التاريخ المشاري الحرب للأسف بتفرض حلول ومش بس هيك كل حرب بعدها بيجي فترة طويلة من الهدوء أكيد طبعا طيب احنا كان واحد من الرهانات اللي حتى يمكن لا أدري طرف من الأطراف ربما كان رهانه أنه أن تخرج الجماهير العربية وبالتالي هذا هو الرهان في هذه الحرب المجنونة الملعونة صدقت النبوء القائلة بأنه الرهان لا على الشعوب المتحررة الشعوب أوروبا هي التي يمكن أن تشكل هذا العامل الضغط تضغط على حكومتات باتجاه لجم هذه الحرب يعني ضغط على الأمريكان ضغط على الأوروبيين ضغط بالتالي على الإسرائيلين لوقف هذه الحرب المجنونة في بعد أخلاقي في هذه الحرب كسرة إسرائيل عندما استهدفت الأطفال بكل هذه الصفاقة وليس ما استهدفتهم بس وأشعرتنا بأنها تتقصد ذلك نعم أنا أقتل الأطفال ولهذا السبب نرى هذا العدد الهائل من الأطفال من بين الضحايا هدمت مساجد هدمت كنائس استهدفت سيارات إسعاف استهدفت مشافي استهدفت مرضى لم تبقي ولا تذر بالتالي هي تجاوزت كل ما من شأنه أن يعني يشكل أي شيء في بعد أخلاقي وإنساني إذا ما أفلحت الجماهير في الأوروبية فعلا بتشكيل يعني أداة ضغط على حكوماتها لوقف هذه الحرب في مفاعل هناك داخل هذه المجتمعات يعني ألا تستشعر هذه المجتمعات بأنها بدأت تفقد جزء من أخلاقياتها وهذه بالنسبة لعقول متحررة مسألة مهمة جدا دكتور هبة الشارع الغربي خلنا نسميها هبة الشارع الغربي الموضة الآن الموضة هو أن أكتبك برو بلستيريان أن أكتبك مع فلسطين للاسباب التالية أولا أنه الدم الفلسطيني انتعف على كل الشاشات الأرض يعني المذابح متلفزة وبالتالي وصلت للوعي بأنه هذه إبادة جماعية تجري على الهواء أبوى شهر التالي هذا أولا ثانيا المواطن الغربي صار يحس أنه يدفع ضرائب لدولة عمليا تمارس الاحتلال وبالتالي يبدوش يدفع ثلاثة مواطن الغربي أيضا فايت بأزمات مالية وسياسية وبالتالي عمليا هو ويرى أنه سببها سياسات دولته أو دوله التي تتعب إسرائيل النقطة الرابعة والمهمة جدا اللي هب بهاي وإن بدت وكأنها تتعاطف مع أهل غزة وعشان فلسطيني ولكن هم أيضا هؤلاء يتحررون من ضغط اللوبيات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية في بلادهم بمعنى في أمريكا تستطيع أن تنتقد رئيس جو بايدن تستطيع أن تنتقده وتشتمه لكن لا تستطيع أن تنتقد إسرائيل فما يبدو وكأنه تعاطف مع غزة هو عملية وكأنهم يقولوا أنه نحن نريد أن نتحرر من اللوبي الصهيوني واليهودي والإسرائيلي نحكي صار فيه فهم يعني كسر احتكارات المنصات الإعلامية الكبرى التي تغسل أدمغة اتحرروا منها بالسوشال ميديا اتحرروا منها بالإعلام العربي أنه وصلهم وبالتالي صاروا يشوفوا الصورة مظبوط النقطة الخامسة والمهمة وهذا مهم جدا أنه اللوبيات الصهيونية التي تفبرك دائما قصص يتم اكتشاف أنها كذابة لهذا السبب رأينا هذه الهبة الكبيرة التي يمكن أن تضغط على الحكومات أن تعدل سياسات وأنه تفضح الرواية الإسرائيلية المسيطرة طب أنت خبير في الشأن الإسرائيلي دكتورة متابع لكل مجريات الحياة من كل جوانب السياسي واقتصادي وحزبي وإلى آخر أقسم في الداخل الإسرائيلي لازلت هذه هذه الحكومة لا أقول حكومة اليمين المتطرف الآن قد دخل جانس وغلانت وبات هناك مجلس حرب من يقود على الأقل السياسي الأمني والعسكري ومن يقرر في هذه المسألة من وجهة نظرة هل تبقى هناك شيء ولو بسيط من صوت المنطق والعقل داخل إسرائيل الذي ينادي بضرورة توقف هذا الجنون لا للأسس أبدا طب شو تفسير ذلك الآن الجمهور موحد الجمهور إسرائيلي موحد على ضرب غزة وضرب الفلسطينيين والتفسير هو أنه يعني رأى الإسرائيليون أنه ما جرى في 7 أكتوبر كأنه تفاجأوا فيه جدا وكأنه هذا يعني لم يحدث من قبل وهذا أنه يعني كأنه حدث فريد من نوعه كانوا الإسرائيليين يريدوننا دائما أنه ضحية شاكرة ضحية هبلة ضحية ضحية مطيعة ضحية مطيعة ورغم 75 سنة احتنام الآن عندما رأوا 7 أكتوبر وكشف عيوب كثيرة وثكوب كثيرة في المنظومة الأبنية المنظومة المجتمعية تعرف الغلاف غزة كله من اليهود الشرقيين ليس يهود غربيين اليهود الغربيين قاعدين في جوجدان في نصف البلد ليس على الطرف كلهم يمنيين وغاربي بالتالي هذا 7 أكتوبر كشف كثير أمور كثير أمور وبالتالي صارت صدمة هائلة على مستوى الوعي على مستوى الأمن وعلى مستوى السياسي لذلك ضخموها إسرائيل ضخمتها أرادت أن تبتزي العالم بأنه في حداش سمتبر عنا زي ما عندكم حداش سمتبر عنا سبع أكتوبر واستفادت منها جدا جدا فينا تبتزي الغرب وأنا الأطلس في كله يجي طبعا مش بس بشأن تحبيه إسرائيل يعني الأطلس يأجب بالحاملات الطائرات مش بس بحاملات إسرائيل لا وأيضا مشان النفوذ العالمي وقطع الطريق على منافسين عالميين آخرين بالتالي سبع الإسرائيل الآن موحد ضد هذه الحرب موحد يا بأسف مع هذه الحرب الآن هل في أصوات عاكلة لا للأسف يعني أنا بقرأ بتبع الصحافة الإسرائيلية وجوز الصوت الوحيد اللي بيقرأ هو صوت ويجب أنه عصلا فكرة هذا للرجل يعني ممكن نحييه صحيح على ما يكتب لأنه يكتب ضد كل التيار السائد حقيقة التيار السائد والكتاب والمحلليين والآخرين الكل بكلها كقطع الرأس بحقيم إلا هذا الرجل بيكتب كلام لطيس رغم أنه في إسرائيل يعني لا يختلفتنا على ضرورة طبما يعني أنه صرف نتنياهو من مش مشكلة هاي القصة ثامية أنه صرف نتنياهو إسقطت الحكومة لا هو بعد 7 أكتوبر وعد هاي الحرب اليمين الفاشي ريسقط خلاص انتها الموضوع لأنه يعني همي اليمين الفاشي اللي ركب الحكومي قال أنه سنأتي لكم بأمن مغفش مثله كامل اللي صار أنه لحك بهم عار يعني لا تمحول أيام على يد هذه الحكومة إذن بالتالي هاي الحكومة لن تكعود يعني التيار الفاشل لن يعود أعتقد لن يعود إن شاء الله أنا أود أن أشكرك أن كنت ضيفي في هذه الحلقة شكرا جزيلا رفيق عود رئيس مركز الدراسات في جامعة القدس شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من بيت للكل لنا لقاء جمعنا في حلقة أخرى قادمة حتى يحين ذلك لكم محبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء